40 دقيقة باش نمشيو الديما كونكتي ديما كونكتي ديما كونكتي ديما كونكتي مع أمال حيات مرحبا حسنا ما بيسا شنا حويل حمد لله فصحة وعافية نسألوها حويلك حمد لله دخي بيان نبدو أول خبار شلو أول خبار بش حكيو على عافية في الغربي كي مشيت للعمرة وها بتتطورها والمشاهدين تنرفزو كيفش المشاهير يعملوا في عمرة ويهبطوا في تصورهم وهما فرحانين بالزيارة والنيارة ما يعجبهم شاي ما يعجبهم شاي قد ديما واحدة وواطنين الكل يهبطوا في تصورهم أنا محل ميوري لكل وعمرة كلهم عمرة وحبتوا في تصورهم معروف الناس هذو ما تقلقوش من تصور الوياجات والسياحة والبحورات والبيسينات والشتوت والانجويت وصور في فرنسا واسبانيا واليونان وامريكيا وطايلاندا وتركيا ودبي وقطر الى اخيره وقال اشنا وايخي ماشي للعبادة ولا للتصوير شكون هيدا؟ ذو ما اللي محبتين على عافية في الغربي بيه؟ بيه؟ كمعالم اسلامية جديرة بالتصوير والنشر قالت انا شخصيا عدت وما عدت وما زلت عالقة في ذكريات واحسيس تلك البقع بقع ايه البقع بلا اشنا مانا يقدموا في دروسه؟ ايه السيدة والسيدة دوما قبل ما نعملوا عمرة نكلموكم عطيونا دروس اري قد دي من واحد يعمل عمرة ويهبت عليها ديمها كيكا ايه كجيت الفوياج ولا بيسين ما يقولوا شي عادي اما اكش خاشا مفهمش خوشوه مفهمش ايخي سامحني النار في 24 ساعة تحب تقول لي ماني 24 ساعة خوشوه مستحيل ناحي ساعات الناوم بيه الباقي شنية ماني ماني 18 ساعة مانيها خوشوه مستحيل ثم التصويره ولا شبشي اخو منك واقت 30 سيقوند يعني هيدا ساعة فازاد لك عمرتكو يعني انتي مكشو ليه معنىك فاش عامل تصويره في عمره مجيش بيه بيش نحكيو على ايقاف بس سلسلة خوك من بوك على قناة تلفزة تيفي بعد تشاور واستشارة الممثل قانوني لشركة إثمار ميديا قررنا ايقاف بس حلقات سلسلة خوك من بوك اللي بص على تلفزة تلفزة تيفي بتونس لتفكير شركة إثمار ميديا المالكة الحصرية لحقوق ملكية هذا العمل وكان ما يدعى غير هذا يتحمل مسؤوليته أمام القضاء هكا بيه؟ منظر انه يخرجوا ويفسروا معناتها خاصة انه المشاهدين قاعدين يسانا في العمل هذا يصارت عليه ببليسيتي كبيرة معناتها من نو شهرة خانقولوه من قبل رمضان تحكي علي بالقدام معناها وكان مفروض يتعدى في الـ 15 يوم لولنين بعد أجل 15 يوم الثانين وتوا تم إلغاء و جملة منت مش تعدى تحققها وما تقرروا انه ما يتعدىش عليش ما غاش انا هكا تخمينات حسب ما يمكن منتجيها للمنتجة ما تفهمتش مع القاناة صار فاما اشكال فطول بعض الحلقة لولا قرروا انهما خد فاما جملة اللي كاتبينها قالوا ما انت الإشارة كأنه الراوة العمالة ذاية على ملك الشركة هذي فقط مش على ملك ناس اخرين بالجملة هذي تفهم انت انه فاما حكاية ما انت في سياق انه فاما شكون الدخل يومكم في العمل ولا غيره في انتظار انه أبطال العمل وإلا شكون مشاركة للمنتجة مسؤولين يخرجوا يصرحوا يعطيونا التفاصيل يعطيونا تصريح تفاصيل يعطيك صحة عمل شكرا لك هذه الديمة كونكتي